بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشرح منهج المساحة هنتكلم المرة دي على المساحة بالجنزير أو في بعض الكتب بيسموها التاب سيرفينج التعريف بتاعه is the simplest and oldest form of the land surveying of an area using linear measurements only بيقول المساحة بالجنزير أو بالشريط هي أسهل وأقدم وسيلة للرفع المساحي لقطة أرض تستخدم بالقياسات الطولية فقط عشان أنفذ الكلام ده الإكويمنت اللي مطلوبة مني أو الأجهزة المطلوبة مني أو المعدات المطلوبة مني هما ثلاث حاجات نمرة واحد اللي تشين سواء كان تيل باند أو لينيار تيب أي يمكن وسيلة قياسه لي الحاجة التانية وسيلة لضبط أفقية الشريط زي الكلانوميتر أو الانبلي او الكروس سطاف او الابتكال سكوير كل ده عشان أقبضا من أننا لما بقيس مسافة بقيس مسافة أفقية وليست مسافة ميلة لأن احنا عارفين طبعا المسافة الميلة أطول من المسافة الحقيقية ولا تساوي المسافة الحقيقية الحاجة التالتة والأخيرة الرينجينج رود حاجة للتوجيه عشان أعرف أوجه ما بين المقططين لأن أنا بقي بشغال في الفلد في الطبيعة فالمسافة بتبقى بعيدة عشان أشوفها باستخدم حاجة بنسميها الرينجينج رود أو البول أو الأرز أو البيجز أو كل دول مع بعض حسب طبيعة الأرض اللي أنا هتعامل معه نيجي للشكل الرئيسي للتشين أو الجنزير معنى كلمة تشين في الدكتشينيري أو في القموص هو عبارة عن سلسلة وهو فعلا كان عبارة عن مجموعة من المسافات الصغيرة قيمتها تساوي 20 سنتي هذه المسافة كانت تسمى لينج أو العقلة باللغة العربية اللي تشين عبارة عن الجنزير دو عبارة عن مجموعة العقل دي متربطة ببعضها الطول بتاعه كان الستندر بتاعه 20 متر وما كانوش بيعملوه أكتر من كده عشان ما يبقاش تقيل على الرجل المساح اللي هيشيل الشريط دوت ويخش يشتغل به في الصحراء جوه ابتدأ يتطور الى الانجلينج تشين وبعدين الجانت تشين وبعدين الستيل تيب زي ما هو بيننا وبعدين الفايبر تيب وبعدين المتال تيب دوت وبعدين رجع للستيل خفيف كده شوية والتيب دوت الأطوال بتاعته ابتداء من خمسة متر لغاية ميت متر الحد الأدنى وفي بعض التيب ستنين متر وتلاتة متر ولكن اللي بيستخدم في المساحة يعني الاتنين متر والتلات متر ده الرجل اللي بييجي عشان يدهن للحيطان أو يعمل لي سلاميك في الأرض إنما عشان استخدم في المساحة أقل حاجة بتبقى عشرين متر وأقص حاجة بتبقى ميت متر والاستندر بتاع التيب أو التشين هو العشرين متر إذا لم يمص على غير ذلك في المسألة أو في الشرح ترجمة نانسي قنقر